نخص بها هذا الكتيب العقيدة الذي بفضل الله تبارك وتعالى أعاننا الله على تصنيفه وعلى جمعه وعلى ترتيبه وعلى تأليفه وعلى توزيعه على الناس مجاناً ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى والحقيقة أعدت كده أكتب الأسباب اللي من أجلها كتبت هذا الكتاب الأسباب التي من أجلها كتبت هذا الكتاب تقريباً إذيرت لخصها في عشر أسباب أهمية الكتاب ده في عشر أسباب أول حاجة حرصت عليها أنه هذا الكتاب بيتناول أهم ما سنسأل عنه في القبر يوم القيامة أهم أول شيء سنسأل عنه في القبر أول شيء ستسأل عنه في القبر ستسأل عن العقيدة الأسئلة الثلاثة الشهيرة من ربك ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ما هذا الكتاب الذي أنزل عليكم علاقتك بالثلاث أسئلة دي بتحدد ما بعده وعلى هذا العقيدة أمر من الأمور التي لا يجوز أبداً بأي حال من الأحوال إنك تتهاون فيها لأنك ستسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة لأن العقيدة هي المعتقد الذي ستقابل الله عز وجل به والمعتقد دا شيء قلبي فأهم حاجة أما أكلمك عن أهم شيء ستسأل عنه بعد انتقالك إلى الله عز وجل وتترك وصية لأولادك شوف أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعد بيسأل عن العقيدة قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإلى آخر الآية يعني معنى ذلك أنه سيدنا يعقوب كان شيء الهم أنه ولاده يكون عندهم مشكلة في العقيدة أنت تخيل حضرتك لقمان عليه السلام أنا لاحظت أن ربنا بقوله وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعذوه أول حاجة يا أبني لا تشرك بالله العقيدة بينبه على العقيدة يبقى التنبيه على العقيدة تربية ولادك على العقيدة من أوجب واجبات الأب من أوجب واجبات الأب لأبنائي من أوجب الواجبات ما تقدر شوه كل واحد فينا دلوقتي يسأل نفسه أعدت مع ولادك جلسة عقيدة ولا ما جلستش يعني أعدت تتعلم ولادك التوحيد الله سبحانه وتعالى وأسماء الله الحسنة علمت أولادك الأمور الغيبية اللي لازم يعتقدها اللي مش هتلقالها أي مساعد مادي الأمور المادية اللي حوالين منك زي ما أنت شايف كده بتدعو لأمور خطيرة جدا يعني اللهم احفظنا يعني احنا بقينا نشوف يعني انهيار عقائدي وانهيار أخلاقي في المجتمع العالمي المجتمع العالمي أصبح يموج بحالات حالات فتن يعني خد بالا حضرتك لازم تبقى عارف انه فيه فارق ما بين عصر ما قبل السوشيال ميديا وعصر ما قبل السوشيال ميديا وعصر ما بعد السوشيال ميديا عصر ما قبل السوشيال ميديا التأثير كان محدود ايوة كان فيه اعوامل اخرى من الميديا كان لها تأثير يعني ما نقدرش ننكر تأثير الراديو تأثير القنوات الفضائية ما نقدرش ننكر تأثير الكتاب ما نقدرش ننكر تأثير الصحافة انما الحقيقة جات السوشال ميديا اكتسحت ومش اكتسحت وبس ده يعني لقى بقى لها تأثير خطير جدا رغم منافعها العديدة الا انها لها مساوئ عديدة زي منافع عديدة المساوئ العديدة طبعا حضرتك عارف ان السوشال ميديا لا يمكن وقفها في اي دولة في العالم بشكل عام يعني لا يمكن وقفها حتتسرب المعلومات حتتسرب المعلومات